أكد رئيس منتدى الفكر الإسلامي في كردستان محمد شريف أن المحكمة الاتحادية في العراق تعمل للقضاء على الكيان الدستوري لإقليم كردستان وقال شريف أن الضغوطات التي تمارسها المحكمة الاتحادية على إقليم كردستان وضعت القانون والشرعية والدستور بلا أي قيمة خصوصا أن المحكمة الاتحادية لا تستند إلى دستور عام 2005 في إصدار قراراتها بل هي تخالف الدستور ومواده كما وأكد أن إرسال إقليم كردستان وفدا إلى بغداد والتفاوض بشأن حل حلة القضايا العالقة بين الجانبين لم يعد ذا مغزى وفائدة مشددا على وجوب حضور طرف ثالث في المفاوضات وإلا فلن تكون هناك نتائج تذكر وأضف أن انسحاب الكرد من العملية السياسية في العراق يعد خيارا ضروريا كما أنه يعتبر ورقة في يد الكرد بمقدورهم استخدامها في العديد من الملفات الأخرى إلى حين احترام الحكومة الاتحادية لما هو منصوص عليه في الدستور